بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء نعم رحمة مهداء صلى الله عليه وآله وسلم من أجمل ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا به بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضرته فتح لنا أبواب جنة الدنيا قبل جنة الآخر وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي هو اللي بيحرك حلق الجنة فتفتح بسره صلى الله عليه وسلم وعشان كده مولانا كان بيخطبه بيخطب حضرة النبي أن الناس كلها لو جموا من كل باب لا يفتح لهم حتى يأتوا من خلف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا في هذا الحديث وتعالوا في هذه الحلقة نمش ورحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نمش ورحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة اسمها الطريق إلى الجنة الحديث ده أنا بسميه الطريق إلى الجنة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم مش بس من جوامع كلمه من أنوار كلامه صلى الله عليه وسلم هو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إنف إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم نسمع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أصداد الطريق إلى الجنة إزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيرسمننا الطريق إلى الجنة وبيأخذ بأيدينا ونمشي في الطريق وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أيها حضرت النبي أفشوا السلام بينكم الله على هذا الكلام طبعا الحديث هنا جميل أوي ليه طيب الجنة هي مكان الأحبة الجنة هي مكان الأحبة ولذلك سألوني لماذا كانت الجنة جنة قلت لهم لأنها مكان اللقاء مكان اللقاء مع الحبيب لجل سبحانه وتعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إيه وكأن الوجوه تنضرت عشان تنظر إلى حبيبها فنضرها الله سبحانه وتعالى لتستطيع أن تنظر إليه فالجنة أكان اللقاء ولذلك فاكرين حديث رسول الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاء أحب شوفوا وحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا في الحديث الأخرى ماذا وما تقرب المتقربون بأحب برضو الحب سبحان الله ولما نجي نعرف الإيمان نعرف الإيمان على إنه حب سبحان الله يبقى إيه اللي حاصل لا تدخلوا للجنة حتى تؤمنوا نعم يبقى اللي يدخل للجنة لابد أن يكون مؤمنا طيب وإيه تعريف الإيمان يا رسول الله قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يبقى إيه ده تعريف الإيمان حب أو هنا بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيخلينا نعرف إن محور قضية الجنة كلها هي الحب ومحور قضية الحب هو إن كل واحد فينا يبقى في سلام فما فيش حد هيدخل للجنة إلا بعد إنه يكون مؤمن والإيمان هنا مش مجرد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وإنما إن أنت توحد الله سبحانه وتعالى توحد الله بمعنى إن أنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى فتدخل في أمانه وده من أهم معاني الإيمان هو الأمان المؤمن ومن أمينه الناس هو ذات محور للقصة وليس معنى أمينه الناس إن أوعى تفهم إن الحديث ده المؤمن ومن أمينه الناس تاخدوا كده مفصول عن هذا الحديث ولا تؤمنوا حتى تحابوا يبقى أنت لما بتأمن الناس بتأمن أحبابك مش بتأمن ناس أنت بتتفضل عليهم بالأمن لا ده مش فضل ده من علامة الإيمان لأن السياق الحديث بيقولك إن المقصود هنا بالإيمان الأمان أمان لنفسك واللي حواليك وده هيفهمنا جملة من الأحاديث النبوية زي قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه يبقى الدائرة بتاعته اللي هي دائرة المسكن دائرة كمان لازم تكون دائرة أمان واتفقنا إن الأمان أمان إيه؟ أمان أحبة ولذلك قوله لا يدخل الجنة نمام ليه؟ عشان ده مش بيحب والسبب إن دولا ما كانوش أمان على من حولهم وبعد كده يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أحد أبواب الجنة اللي تعمل أمان للناس وهي المحبة فيقول حضرة النبي لا تؤمنوا حتى تحبوا يعني لا يتحقق الإيمان حتى يحبوا بعضنا بعضا لأنه محدش هيحب الأخي ما يحبوا لنفسي إلا إذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد والأزى علشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد فيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبوا لنفسي إيه ده للإسة كلها كلها بتدور على المحبة عشان كده هنلاقي الشرع أغلق كل الأبواب اللي بيتسلل منها الكره إلى قلب الإنسان فحرم الحسد والحقد والكلام السيء والغيبة والنميمة مش بس كده ده علمنا كمان الأدب أدب مهم جدا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إسنان دون الآخر ليه؟ عشان ده حتى لا يحزنه فعشان كده فبعد كل ده لا يبقى إلا المحبة حتى في العبادة يحزن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الاختلاف اختلاف القلوب فيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسويان بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم يبقى احنا عايزين نعمل حاجة مهمة أو قوي إيه هي؟ إن احنا نفهم هذا الطريق اللي رسمونا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى الجنة يبدأ بالإيمان وداخل الإيمان المحبة فلا تحقق الإيمان إلا بالمحبة وداخل المحبة السلام فلا يتحقق تتحقق المحبة إلا بالسلام وعلشان الأشياء تجلب المحبة كتيرة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حب يسهل لنا الطريق اللي بينمي المحبة وبتغرسها في قلوبنا فحضرة النبي قال لنا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم لأن المحبة كتيرة أفشوا السلام بينكم والسلام هنا مش مجرد إن أنا أقول واحد السلام عليكم ورحمة الله ده أدنى درجات السلام على فكرة ده على فكرة دايما نقول أن الزكر يذكر بمرضة الله السلام عليكم ورحمة الله ده زكر فيعمل إيه؟ فيذكرنا بمرضة الله يذكرنا إن الله لا يرضى إلا إذا كنت أنت ناشرا للسلام فإفشاء السلام يذكرني بنشر السلام أن الله سبحانه وتعالى سلام يحب نشر السلام يحب إفشاء السلام إفشاء السلام يعني أفشوا السلام بينكم يعني أنشروا السلام بينكم وعشان كده ساعتها نعرف أن السلام فوقنا إذا إحنا سلم الناس مننا على فكرة لازم نعرف أني لما نفشي السلام قولك السلام عليكم معناه أني أنت أدخلت اللي أنت سلمت عليه في أمانك خلاص بقى في أمانك وذلك هو لازم يرد عليك ويقولك وعليكم السلام يبقى لازم نشوف ثلاث أحاديث مهمة في هذا السياق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السلام اسم من أسماء الله تعالى والله سبحانه وتعالى وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم إذا يعني إذا كنت وكأنه كده إذا أردت أن تكون موصولا بالله فكن صانعا مش كل صانعا كن حيا بالسلام وقل للناس حيا على السلام وقل للناس نحيا بالسلام فعيش بالسلام تكون موصولا بالسلام سبحانه وتعالى الحديث الثاني نحن لازم نلتفت إليه لما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف إنه بقى لازم الحديث ده نقف شوية معاه لأن بعض الناس يقولوا إحنا مش هنسلم غير على الأطقياء اللي يعرفوا إمتي السلام بس هنا حضرت النبي محطش هذا القيد أو هنسلم على بعض الناس هنسلم على المسلمين بس مش هنسلم على بس حضرت النبي محطش القاعدة ديت ولعكس الحديث هنا بيمنع من ده ثم لا نبدأ غيرانا بالسلام قال لك لا ده في حالة المحاربين ده في حالة معينة في سياق معين لكن ده لا نبدأ الناس بالسلام لأن السلام ده معناه صفة السلام ده يا سادة تلت حاجات السلام ده حالة الناس تكون فيها سالمة والسلام ده كمان عقد بيننا وبين كل الناس والسلام ده كمان قيمة شفت السلام ده قيمة عليا إزاي في حديث ثالث احنا لازم نلتفت إليه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام ماذا؟ وبذل السلام والإنفاق من الإقطار يبقى إزا نشوف كده الحديث بيقول إيه؟ الحديث بيقول سلاس من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقطار يبقى أول حاجة للسلام أول حاجة عشان تكون مع الله سبحانه وتعالى السلام لازم أنت تكون عارف أني السلام يدخل في قلبك المحبة وكده النبي علمنا نقول بعد كل صلاة اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركتا يا ذا الجلال والإكرام يبقى أنت لازم تدخل على السلام من أنك أنت تكون محبة للناس وعلامة محبتك للناس أن أنت تعيش بينهم بالسلام يبقى مصدر السلام هو الله وعلى أد قربك من الله سبحانه وتعالى هتكون أنت سلام للي حولك وعشان كده عايز تقرب زيد سلاما يبقى الحاجة المهمة اللي إحنا لازم نعرفها أن السلام أن أنت تبذله لمن تعرف ومن لا تعرف فده حق للناس مش تفضل منك فيه ناس كتير بتعتبر أني أنا لما أسيب الناس في حالها ده فضل مني لا على فكرة السلام مش أنك أنت تسيب الناس في حالها السلام أن أنت تكون سبب في أمان الناس السلام هو أنك أنت تكون سبب في سلامة الناس يعني تكون سبب في حمايتهم سبب في خيرهم سبب في نمأهم يعني ميش علشان واحد تعرفه تكون معاه مسالم وتكون معاه سلام وسهل وهين ولين واللي ما تعرفوش ما تكونش معاه كده أبدا إحنا نسينا القعدة من تعرف ومن لا تعرف يبقى المطلوب منك أن أنت تكون سلام للعالمين عارف السلام ده حاجة مهمة جدا 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 السلام ده من أكتر الأشياء اللي بيظهر فيها معنى وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تحس كده وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا سَلَامًا لِلْعَالَمِينَ تحس أنه طلب لرخاءهم طلب لرحتهم طلب للفتح طلب لتنميتهم طلب لخيرهم هو ده السلام يبقى لازم نعرف أن بذل السلام للعالم يعني الكل من حاول كل الناس بلا كل الناس لا ده مش كل الناس بس ده كل العالم يشمل كمان كل الكائنات ما تبقاش أنت متعدي على الشجر وتبقى أنت كده بتفشي السلام لا تفشي السلام معناه أن أنت تكون سلام على الكائنات كلها الأشجر والنباتات والحيوانات وعشان كده مي ايه شوف كده أنت لما تكون أنت ماشي في طريق السلام زي في طريق العلم كده تجد إيه اللي حاصل تجد حق غريب قوي تجد إن الكائنات بتدعي لك وذلك لما تمشي في طلب العلم اللي هو يفتح قلبك للسلام وإن الملائكة لا تضعوا أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ليه؟ لأن العلم يعلمه السلام الجاهل بيبقى نار وبيبقى دمار والعالم بيبقى سلام وعلشان السلام مهم الشريعة نظمته وعلمتنا إن إحنا لازم نسلم على كل الناس ومش بس كده يسلم الصغير على الكبير ويسلم المار على القاعد والقليل على الكثير طب ليه؟ عشان الأولي يدخل إيه؟ في أمان الكبير في أمان الكتير والصغير يدخل في أمان الكبير ما وإحنا قلنا إن السلام ده عقد إيه؟ عقد أمان والأولي يدخل في الكتير والصغير يدخل فيه سلام الكبير فيحصل أن يتحقق السلام ويسلم كمان الراكب على الماشي ويسلم كمان كل بنا آدم على جماعة الناس إذا كان فردا يبقى السلام مش مجرد السلام عليكم وبس السلام ده شعور عام حالة مجتمعية يحس فيها بالراحة ونحس بها في التمؤنينة وبالأمان ونخرج من إطار السراع والحقد والغل السلام هو أن أنا ما شوفش أني أنا أفضل من الناس وأن أنا لازم أكون سبب لخير الناس وما يصلون مني شر لا السلام أنه هو لازم يصلون مني خير يبقى السلام ممكن يكون بالكلام وبالأفعال وبكل شيء لو حبينا نعمل حاجة كده أنا بسميها منظومة السلام أن إحنا يبقى عندنا ست مجالات للسلام مجال الأولاني السلام مع النفس في ناس كتيرة ما بتعيش في السلام مع النفس لازم تفشي السلام مع نفسك نفسك الأمارة بالسوق ساعات بتخدعك وتقولك تعالى ادخل في صراع معايا أنت كده مش في سلام إحنا مش جايين عشان نصرع نفسنا الأمارة بالسوق إحنا جايين عشان نزكيها لازم تدخل على نفسك وتقول لها أنا مش جاي عشان أعاديكي وأأذيكي أنا جاي عشان أأخذكي لباريكي لله يبقى أنت لازم تبقى في سلام ولازم العلاقة اللي بينك وبين الله تكون مبنية على السلام إن ربنا مش متربص بيك ربنا أمانك فالله خير حافظة ووأرحم الراحمين أليس الله بكاف عبدة يعني ربنا مش سلامك فأنت لازم تعرف أن العلاقة اللي بينك وبين الله هي السلام ولذلك أنت تعيفك في العلاقة اللي بينك وبين ربنا أن أنت مسلم مسلم يعني سلم الناس فسلمت لأن الله سبحانه وتعالى جعلك في تجليات السلام سبحانه وتعالى أمر الثاني أن أنت تكون في سلام في بيتك في سلام في الأسرة احنا عندنا ست ملفات أنت مع الله وفي شخصيتك الملف الثاني أسرتك الملف الثالث العمل الملف الرابع العلاقاتك الملف الخامس كمان مستقبلك الملف السادس السعادة أول حاجة تكلمنا عنها أن أنت تكون في سلام بينك وبين نفسك الحاجة الثانية أن أنت تكون سلام في أسرتك بلاش تخلي العلاقة بينك وبين زوجتك علاقة صراع مش هتبقى في سلام أبداً وعلاقتك ما بينك وبين زوجتك في علاقة صراع أو أنت بتحاول تأخذ مكانتك من أولادك عارف أقصر طريق لحبهم أن هم يحسوا أن هم وإنت موجود هم في سلام سواء كنت ابن فأبوك وأمك في سلام سواء كنت كنت زوجة فالأسرة كلها في سلام وإنت موجودة سواء كنت زوج فالأسرة كلها في حماك كمان سواء كنت بنت فالأسرة كلها تحس بإنك أنت نسمة البيت كل الكلام دوت هو ده السلام السلام في العمل بلاش كل هذه الأشياء اللي إحنا بنشوفها بلاش الغدر اللي إحنا بنشوفه في بعض الأحيين بلاش اللي هم بيسموه البولوتك أوفس الحاجات اللي بتتعامل من خلف الظهر دي خليك سلام خلي الناس تقول مش ممكن أبدا فلان ده إحنا بنحسش في أمان في الشغل إلا مع فلان مش ممكن أبدا نكون غدار ولا مؤذي خليك سلام هتحس بإن العمل فيه ربنا هتحس إيه وهو معكم أينما كنتم هتحس إن العمل فيه ربنا فيه تجليات السلام وهتسلم على فكرة وهتسلم من أذى الناس وهو هتصدق نفسك الأمارة بسبل وبتقولك ما أنت هتأمنهم لكن هم هيئزوك كمان سيكون سلام في العمل كمان سلام في العلاقات بلاش تكون علاقاتك مع الناس مسمومة بلاش تكون مصص لقلوب الناس وموجع لقلوب الناس خليك كده كل ما الناس تقرب منك تحس إن هي شمت نسيم الجنة ولا عندك كده حاجة تذكرهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلي علاقاتك كلها علاقات سالمة ساعة ما تحس إن فيه علاقة مؤذية أو أنت هتكون مؤذي بلاش العلاقة دي لأنك أنت ساعتها هتكون مش بتأذي نفسك بس بتأذي نفسك وبتأذي الآخرين كمان لازم تكون على يقين إن مستقبلك مفروش بالسلام مليان سلام مستقبلك فيه سعادة وفيه أمان الله سبحانه وتعالى هو اللي يستقبلك في مستقبلك واعلم أن الله تجاهك يبقى إيه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن عباس عشان يعلمه إزاي ينظر للمستقبل استعن بالله تجده تجاهك الله أمامك فمستقبلك مفروش بالسلام أنت لن تكون أبدا عايش بالسلام إلا إذا شفت أن مستقبلك مليان بالطمأنينة وبالسلام والسعادة كمان السعادة البوابة الكبيرة بتاعتها أن أنت تبقى في سلام تبقى فراح تبقى حاسس أن أنت أن أنت تكون سبب لسلام الناس هو ده أوسع بوابة لساعتك خليك سالم من الأفكار السودة خليك سالم دايما وخلي حياتك كلها مليانة سلام إذا عيشنا بالسلام في الست ملفات دول أظن أن احنا ندوق حلاوة المحبة ومنها عن حس أن احنا وكأننا مش هقول على أبواب الجنة لا عايشين في جنة ربنا في الأرض لما نعيش بتجليات السلام وتبقى قلوبنا مليانة بالسلام وعلى فكرة خلوا بالكم أن الباب اللي بندخل بيا على حضرة النبي اسمه باب السلام عشان أنت لو عايزين تدخلوا على حضرة النبي عيشوا معاه في سلام لأن حضرة النبي هو عنوان السلام يا رب جعلنا محضرة النبي في سلام ونمشي معاه دايما في سلام وفي أمان نكون سلام لنفسنا وسلام لغيرنا وباب من أبواب الراحة وباب من أبواب السعادة لنا ولكل شيء حولنا عشاء